هذه المخيمات التي تضررت بفعل العواصف والأمطار خلال الأيام السابقة هنا في محافظة مأرب حيث تضررت قرابة 3670 أسرة نازحة هنا محيطة بمدينة مأرب سوف نتعرف على ما قدمته المنظمات العاملة في حقل الإغاثة لهؤلاء المتضررين زرنا أسرة عبد السلام وهيب في مخيم جو النسيم بعد عاصفة مصحوبة بالأمطار قبل أسبوعين وهي تجمع أثاث منزلها المبعتر وزرناهم اليوم وقد أعادوا ترميم ما دمرته العواصف بأدوات بسيطة من الخشب وبعض الطرابيل لكنه منزل مؤقت سقفه مكشوف وبدون دورة مياه ولا مطبخ أعادوا لهم بطانيات والسلة غدائية والطلبال ولا هبوا لهم خيمة ولا هبوا لهم شبكة ولا هبوا لهم حاجة وهم قالوا لهم شابوا لهم ولا هبوا لهم ولا حاجة لا مانش مطبخ ولا حمام آلاف الأسر تضررت بفعل العواصف المصاحبة للأمطار في مئتين وأربعة مخيمات تحيط بمدينة معظم تلك الأسر تبيت في العراء بفعل الاستجابة المحدودة للمنظمات العاملة في الإغاثة والإيواء بمأرب والبالغ عددها 35 منظمة محلية ودولية المنظمات لم تأتي إلينا وإنما أتت إلينا منظمة أكتت ومدت لنا زنة بطانيات وزنة شباشب وزنة تمر والناس متضررين بأكمل لا حصلوا أن يناموا ولا حصلوا أن يركضوا عائلته ولا حصلوا أن تشوفوا الآن هذا صعب البيت هذا والله العظيم أن يركضوا أولاده فوق هذا الدباب وعائلته وضع كارثي يعيشه النازحون في مخيمات النزوح والأدهى من ذلك هي الوعود الرسمية التي لم يصل منها إلى الواقع شيء إحنا أطفالنا فراشنا الأرض ودفعنا السماء لا عدد معنا خياد ولا عدد معنا كنتيرات ولا عدد معنا فراش ولا عدد معنا الدفاع ولا عدد معنا حتى التغذيه إلى لابطولنا لابطولنا وبطولنا أطفالنا لم تتغير خطة المنظمات في الاستجابة في أثناء الكوارث منذ عشرة أعوام وكل ما تفضلت به هي حقائب طارئة من المواد الغذائية والأغطية والمنظفات لتبقى مشكلة الإيواء كابوسا يؤرق النازحين كلما يغطي السماء الغيم وتتقلب فصول العام وكل فصل منها له قصة معاناة مختلفة محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب